موسيقى 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 حياكم الله والانتخابات البرلمانية صارت قريبة والدعايات مبكرة انطلقت عند البعض لكن حتى الآن التحالفات السياسية ما مبين منها شيء ويجوزكم مشاكل داخلية تعطل اعلانها على الأقل بالوقت الحالي يعني احتمال المرحلة المقبلة رح تكون اغلبية بامتياز او مو اغلبية خاصة مع وجود اتهامات عن فشل التوافقات التي كانت اساس تشكيل العملية السياسية بس خب بالاخير نرجع ونقول التحالفات التي تعرفها احسن ابن الزين المتعرفة اما ضيفنا لهذه الليلة النائب عيل ديب رئيس كتلة دولة القانون النيابية موسيقى تحالفات مجهولة تنتظر الانتخابات واغلبية سياسية تتجاهل الشركاء موسيقى اليمين العام للحزب الدعوة نوري المالكي حذر خلال لقاء رئيس المجلس العلى الاسلامي هو محمودي من اي محاولة تأجيل الانتخابات وزج العراق في فراغ دستوري رغم تأكيد المرجعية على اجراء الانتخابات بموعدها المحدد واكد على ضرورة تدويب الخلافات تنقية الاجواء السياسية التهيئة الاجواء الانتخابية كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني قررت العودة الى جلسات مجلس النواب من موقع المسؤولية والشعور بالظروف التي يمر بها العراق واكدت ان الدستور اذا تم تطبيقه بصورة صحيحة سيمكن من خلال الحفاظ على مصالح جميع الاطراف والمكونات ودعت الاطراف السياسية والحكومة المركزية الى البدء بالحوار بعيدا عن المزايدات الانتخابية والتدخلات الخارجية النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طاها وصف رغبة نواب كردستان بالانسحاب من العملية السياسية بالخطوة غير الصحيحة وكد ان المقاطعة السياسية من حزب او كتلة كردستانية سيكون اكثر ضررا على سكان المناطق المتنازع عليها وشدد على ضرورة انهاء مرحلة المجاملات والحديث بصراحة لضمان عدم العودة للاخطاء السابق الحديث عن ما يجري الان من محاولات لتصدر الحوار للمشهد ايضا عودة الخبر اللي ورد قبل اقل من ساعتين عودة النواب الحزب الديمقراطي الى جلسات مجلس النواب العراقي تفاصيل كثيرة راح تحدث بيها ويالنائب عيلة ديب القيادي رئيس كتلة دولة القانون البرلمانية حياك الله سيادة الدائرة احنا بيك مرحبا خلينا نبدأ بالخبر الاخير اللي هو عودة نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني الجلسات بعد مقاطعة الجلسات مجلس النواب الاتحادي مثل ما سموها راح تستقبلوهم قضية البعض شاف انه اليوم حديث رئيس الوزراء السيد العبادي على قضية انه مجرد ترحيب رئاسة كردستان او القوى اللي اجرت الاستفتاء بقرار المحكمة التحادية معناه الغاء الاستفتاء مو تأجيلة او تجميد نتائجه بالتالي ما اكو معرفة اكو مناغمة انتم ممكن تكونوا اياها بسم الله الرحمن الرحيم بالفعل اليوم صار اتصال تليفوني من بعض الاخوة في كتلتنا اخبرني بانه فعلا الان الحزب الديمقراطي يميل الى العودة الى البرلمان حتى يشارك في العملية السياسية وان ليكون بعيد عن الانتخابات القادمة وكان يخشى او بالحقيقة يرغب ان يستفسر فيما اذا كانت اكو افكار او مواقف لدى بعض النواب في منعهم من الدخول باعتبار ان الحزب الديمقراطي كان هو الاكثر حماسا من بقية الكتل الكردية في موضوع الاستفتاء بل واعلان الانفصال وتشكيل الدولة المستقلة على العموم انا اعتقد بانه جو العام شنو كان جوابكم انا جوابي كان انه بقية الكتل ينبغي ان نداول معها حوار من هذا القبيل لانه باعتقادي من الضروري جدا ان يكون الاكراد حاضنين في الانتخابات القادمة هذا بس دا سمحت لي حتى تكون الصورة وارحة موقفكم يكون اوضح نعم بقية الكتل اللي تدولون يقصدكم داخل دولة القانون ام التحالف الوطني ام اتحاد القوى اروح بعد التحالف الوطني واتحاد القوى ايضا يعني كل اعضاء المجلس باعتبار انه قرارات صدرت من مجلس النواب بشأن التصريحات اللي اطلقت من قبل سياسي اقليم كردستان في فترة الاستفتاء والبعض كان يرحب بعملية الاستقلال مما يعني بانه كان هناك بالحقيقة خروج على اجماع مجلس النواب صارت ادانة لهم وشكلت لجنة من قبل مجلس النواب بالتصويت يعني على اساس يتابعون التصريحات اللي اطلقها بعض هؤلاء النواب وبالتالي معناته اكو خلل صار في عضويتهم زين ممكن تترجعون لقضية المرحلة الجديدة واعتراف كردستان بخطأ باجراء الاستفتاء ممكن تتعاملون بقضية انه فتح صفحة جديدة تتعاملون بقضية عف الله عما سلف حتى دولي 15 ناب اللي اعتبرتهم انفصاليين وصوتوا قطوتهم غير دي السورية تعفون عنهم بطريقة انه ممكن يرجعون للجلسات من دون تصريحات ومن دون تصعيف ضدهم اصلا اكو فرق بين الترحيب بعودة اعضاء الحزب الديمقراطي في البرلمان الاراقي الى كراسيهم داخل البرلمان حتى لا يقاطعهم العملية السياسية واكو شيء اخر يختلف وهو انه اي ان يكون سواء في الاتحاد الكردستاني او يكون اي عضو من عضاء المجلس من يصرح اشياء بالضد من اتجاهات الدولة ومخالفة لقوانين الدولة ومخالفة معنى هذا بانه تما عندك عملية انضباط لعضو بالمستقبل ما تقدر تحاسب احد وعلى هذا الاساس الحساب شيء والانضباط انضباط عضو البرلمان في تصريحاته شيء ولكن عودة الحزب والبرلمانيين الكرد الى مواقعهم شيء اخر احنا مع هذا الشيء مع عودة الاخوة الاكراد البرلمانيين الى مواقعهم البرلمانية ومع فكرة كون انه لابد من حساب لأولئك الذين صرحوا باتجاه الانفصار عن العراق ليش بتعاملوهم مثل ما تعاملتوا بعض النواب عليهم قضايا ارهاب اضغابتوا عنها عليهم قضايا فساد اجدت من المحكمة من الجهاز القضائي انه رفعوا الحصانة عنهم ترى بالادلة الموثقة دولي عليهم الكشكاليات فتحوا صفحة جيدة ويا الكرد تعاملوا يهم لانه هسا القضية انه انتوا باتجاه عقوبات اضطهاد جديد للكرد تغيير مسار شريككم الستراتيجي اللي صال اكثر من 25 سنة شوف لاحظ البرلماني اذا سقطت عضويته يمكن ان يعوض ببرلماني اخر من نفس الحزب هذا ما يخل بالعملية السياسية اطلاقا اما حديثك بشأن التغاضي ما حد تغاضه واذا اكو تغاضي معناته اكو تساهل في الهيئة الرئاسية وحننحاسب الهيئة الرئاسية على هذا الموضوع من اجت المحكمة بقرارات معينة بصددة في رفع الحصانة ينبغي ان يرفع الحصانة رئيس البرلمان وإلا فهو مقصر مو فقط بهاي الدورة يعني ما صارت هاي الحالات ما صارت حالات مجاملة على اساس التوافق السياسي انت تسأل رأي الكتلة انا اقولك برأي الكتلة اما تقولي رأي الرئاسة انا ما اعرف التوازنات اللي يعد الرئاسة شنا هي ولكن باعتقادي بان البرلمان ينبغي ان ينضبط وفق الاحقام وإلا معناته سأتي راح تجمد كل قرار قضائي يصبح من السلق القضائية جيد ما طب جبناها بالحديث عن الكتلة راح احتاج ارجع على موضوع النواب الكرن نعم حضرتك رئيس كتلة الدولة القانون النيابية نعم تعاني من توجهين داخل الكتلة تحاول تجمع هاي التوجهين بصراحة الكل يأكد ان حتى اذا انتو اصريتوا انه ماكو جناحين بعض يقول بالداخل الاجتماعات والتوجهات للكتلة الجناحين جناح المالك وجناح العبادي شوف الاجنحة ولائية توالي هذا الشخص او ذاك احنا في البرلمان اكعدنا قوانين القوانين في الغالب تحتاج لعملية تكتيل الاصوات باتجاه تشريع قانون اذا اكعدنا تفسير معين لمواد معينة مختلف عليها نحاول نقرب وجهات النظر هذا مو فقط على مستوى دولة القانون لا على مستوى التحالف الوطني وحتى مع القوى الاخرى وإلا القوانين تحاولون تقربون وجهات النظر داخل دولة القانون نفسه اذا كان اوك اختلاف للمرات يشوف الاختلاف رأي افراد مو رأي كتلة معينة مو توجه معين لا فرد معين يفسر القانون بشكل معين احنا نوضح له هو يوضح لنا وبالتالي نوصل الى حال وسط زين عدكم تجارب نعم عدكم تجارب ويا جبهة الاصلاح عدكم تجارب ويا قضية الاستجوابات السيد العباد يخرج قال راح يسقطون كابينتي الحكومية ما بقى بها حد بالمقابل كانوا يأكدون على انه وراء الاستجوابات هو السيد المالكي والنواب القريبين من عندهم اللي اداروا دفت الاستجوابات والله يساعدك بوقتها شون قدرت انه لا أستاذ يا أما تنفي أما تقرب وشات النظر مثل ما دبو انا ما انفي وانما كانت اكو موجة معينة بالبداية زين لإسقاط الحكومة بل هناك تواقع معينة لإسقاط الحكومة من داخل دولة القانون في كل صارت تجاهة الاصلاح تقريبا من دولة القانون ومن غير دولة القانون من قوى متعددة ولكن بالحقيقة وصلوا الى قناعة بانه إسقاط الحكومة مو منفعة تأخذ ولا مصلحة البلد وخرجت بتوقيعك على كل حال يعني هو هذا الاتجاه اللي صار الآن الغالب سواء في دولة القانون او في المجلس بس هذا ما يعني بأنه أي وزير بالسلطة التنفيذية يتجاه يستحق المراقبة والمتابعة والمحاسبة ما رح نحاسبه بالعكس الآن وقعدنا قائمة من الوزراء اللي يمكن أن يستدعوا للاستجواب طيب ما نتحدث عن قضية الأجنحة خلينا أقول ما أعرف هل تنفي وجود جناحين ما أسمي عن جناحين مجتمعات كومتتوجهات ممكن يجيش شخص مع السيد العبالي شخص مع السيد المالي ممكن هذا ممكن ولاءات هذه يعني أكو من يعتقد بأنه سيرة رئيس الوزراء الحالي هي الأفضل بها إنجازات أو كل بعض يعتقد بأنه الطريقة اللي يسلكها رئيس الوزراء السابق هي الأفضل وتدري بأنه الإرهاصات والظروف اللي ألمت بطريقة اختيار رئيس الوزراء أو تعيين رئيس الوزراء من خلال التحالف الوطني ومو من خلال دولة القانون هذا بالحقيقة هو اللي ولد الخلافات في وقتها أما الآن فإحنا جاوزنا هذه المرحلة لعاسة الوزراء استقرت المشروع الحكومي مشى باتجاه صحيح أكو الآن إنجازات أكو مكاسب معينة ربما وجهات النظر أيضا اختلفتها الآن هذا هدأت مع ترديد القسم بالنسبة للحكومة وصارت قضية حكومة مرددة للقسم الدستورية نعم رح ترجع الخلافات تظهر على اعتبار أن الحديث شون رح يصير شكل التوافقات أو بشكل التحالفات حتى يدخلون بقائمة واحدة حزب الدعوة رح يكون قائمتين الرئيسية مع السيد المالكي وكو قائمة ثانوية رجعت التحالف مع السيد العبادي أنتوا وين رايحين أنتوا كحزب الدعوة الآن أمام مفترق شو رح تقدرون يتحافظون على قامة بشخصكم اللي موجودة نحن نرى نأيد أفراد من حزب الدعوة أن يكونون في أي قائمة من القوائم يعني نتبنى أفراد ونتبنى أفراد مودعات زين يدخلون في كتلتنا أو في كتل أخرى مستقلين ولكن نتبنىهم بس لهم تبدو صور قائمة مدنية أنا ما أعدي هذا الاتجاه بالحقيقة ولا أفهم إنما هي نفسها في إطار حزب الدعوة لا قائمة مدنية ولا هم يحزنون إذا أسمحت لي المودعات يدخلون بقائمة المودعات يعني بالطرف الآخر لا يدخلوا ويانا الآن إحنا عدنا في كتلة الدعوة زين داخل دولة القانون نصفها تقريبا هم ناس مستقلين معهم علاقة بتنظيم حزب الدعوة وذول اللي يزعلوك بانتخابات 2014 لا زين إذا إلا بالحقيقة انتخاب لجنة كانت موضوع لهذا الغرض اللجنة هي اللي انتخبتهم رضيت عن وجودهم الآن؟ أسهموا بالضرورة واحد يرضى على وجود كل فرد زين لأنه دائما أداء الفرد هو الأساس في الرضا وعدم الرضا زين الأداء مهم خلينا نرجع أوكي شو رح يكتم رح تكون أكو ناس مودعات رح تطعمون بها قوامكم خلينا نسمي هذا حسة الآن أدنى يعني مو فقط بالمستقبل رح نسوي هذا العمل هذه المرحلة اللي جاي المرحلة اللي راح كان وجود السيد المالك هو عنوان رئيسي صح الآن أكو عنوان عنوان يا الرئيسين العباد والمالكي اي نعم فأيا يكون نفترض نزلنا في قائمتين لنفترض القانون سمح بذلك ونزلنا في قائمتين فالدعاة اللي نوجههم أن يزلون في هذه القائمة أو في هذه القائمة هم بالحقيقة مرتبطين بأي عاليا اللي تنسق عملية الدخول في القوائم المتعددة وأحيانا قدنا قوائم رديفة يعني يمولي حزب الدعوة يسووها آخرين احنا ندعمهم هم يميلون إلى سياستنا هذين راح يكونون بالتصويت إلى جانبنا أو في التحالفات المستقبلية بعد نجاحهم بالانتخابات هذا يحدد القانون ونسبة التقسيم اللي راح تكون تم التصويت عليها ما قلت لي انت قلت لي ما أميل إلها ممكن أكو ناس يميلون للقوام المدنية تكون واجهة مدنية بس بالأخير راح نكتشف أنه التحالف مع قائمة لأساس وجودها هو حزب الدعوة حزب الدعوة الإسلامية حزب الدعوة الإسلامية يتمنى أفراد معينين قريبين من خطة أما إذا أكو توجه سياسي آخر مخالف لخط حزب الدعوة ذلك يتكتل لنفس التحالفات فيما بعد لتشكيل الحكومة بها نمط آخر بها مصالح ذاك الوقت ما متعلم عليك تتجنب بس الآن متجنب الحديث عن الوجود المدني مع حزب الدعوة أنا ما أقول أندي وجود مدني داخل حزب الدعوة وإنما أقول حزب الدعوة يتمنى أفراد مو منتسبين إلى تنظيمة ولكن يعتقد بأنه هم ضمن خطة حزب الدعوة لهم يعملون لكن من الشكل ممكن تشكلون بعيد عن الواجه ممكن تشكلون أحزاب مدنية تكون واجهة مدنية على اعتبار الآن التيار مع المدنية إلى الآن هذه الفكرة ما عندنا ما عندنا فكرة من هذا القبيل بس أنا سميتها تكتلات رديفة كتلة رديفة أو قائمة رديفة هي مو ضمن قائمتنا ولا أنواعنا آخر كتلة أخرى ومسجلة ضمن الأحزاب ولكن هؤلاء يأيدون أيضا التحالف معنا ولكن هذا التحالف يكون بعد النتائج الانتخابية من تقول إلى الآن يعني ممكن يكون بالمستقبل تشوفوا الخطة مالاتكم ممكن أنه قبل فترة إذا بعد الوقت يسمح قبل الانتخابات ممكن يكون لكم واجهة مدنية مع محافظتكم على الواجهة الإسلامية التي أنتم بها وارد ترجعون تتحالفون بعد الانتخابات ممكن هذا ممكن حتى المناطق التي الآن حررت من داعش هم بصدد إنشاء قوائم معينة انتخابية تميل إلى الاتحاد معنا إحنا نحاول نحثهم في أن يشكلون قوائمهم وكتلهم لأن بيئتهم الصوت إليهم ثم من بعد ذلك يتفقون معنا هذه قضية جدا مهمة ليميل لكم شو اللي يعدكم المنهج معنا منهجنا السياسي منهجنا السياسي منحنا سلوكنا هم يرغبوا له يعتقدون هذه الانجازات التي تحققت الآن هي انجازات هذه الكتلة وبالتالي لو ما كان هذا المنح السياسي موجود ما كانت هذه الانجازات تصير فلذلك ما رغبة منهم لما تحقق من انجازات معينة راح يندمجون مع ائتلاف هذه الكتلة هذا نعم تعرف أنت ما راح تجيب شي جديد من عندي إذا قلت لك الناس يقول ليش بقى حزب الدعوة طيلة هاي الفترة بقيادة ثلاث دورات يعني ثلاث رؤساء وزراء من حزب الدعوة على مدى دورتين للسيد المالكي دورتين للسيد العباد القضية واضحة الآن ما تقول الجازات ما هي اللي يجيبهم بعض يقول لك حزب الدعوة فشل بقيادة البلد يعني هذا التقييم مو أنت تقييم ولا أنا وإنما الجمهور اللي راح يصوت أو اللي يريد يتحالف معاك زين اللي ذاك اللي يريد يتحالف وياك هو اللي يقيم الساحة يشوف وين الاتجاه الأفضل بالنسبة إلى سواء يتحالف وياه مسبقا قبل الانتخابات أو يعتقد بعض الانتخابات يأتلف مع هذا المحور أفضل حتى يكون جزء من السلطة التنفيذية مثلا إشارك الحكومة ممكن أنتوا عدكم أهم ميزة تتعاملون بها كحزب دعوة أنتوا الحزب الأكثر حظ بالتعامل بين العملية السياسية والدليل اللي يصار مع قرب الانتخابات قضية كاركوك وتعم رئيس الوزراء معاها نعم بصراحة بشكل شخص يقول لهم بتحرير ثلاث محافظات ما صعد الشعبية مثل ما صعد اللي يصار مع أبي كاركوك والتعامل معها تحزب محظوظ طبعا هذا السلوك سياسي بالحقيقة هاي متبنيات هاي رؤى استراتيجية للعمل يعني كان بالإمكان كانت حكومة تشبه الحكومات ما قبل 2003 شون كانت حاملوا مع كاركوك طريقة حربية عسكرية لكن هذا الاسلوب السلمي هذا التفاهم بشكل من الأشكال مع أطراف معينة داخل الإقليم هو الذي بالحقيقة بدت كل الأوهام أو كل القلق اللي كان موجود من حالة الصدام الممكن بين الحكومة الاتحادية والإقليم بصراحة كقيادات لحزب الدعوة كقيادات لدولة القانون تحركات رئيس الوزراء بهاي الطريقة السيد العباني جعلكم تشعرون بنشوة أنه أنتم ممكن تبقون محافظين على الواجه وصولها تحقيق هدف والهدف هو إنعاش هذا الوطن وإخراجه من هذه المحنة ثم من بعدين ندفع بهذه الدولة إلى عمليات التنمية والخدمات ورضى المواطن هذه الحقائق المهمات والشعارات الأساسية والهداف اللي نسعى من أجل تحقيقها فلياش أنت مترتاح من تحقق إنجاز في هذا الاتجاه طبعا هذا يحسب لك يحسب للمشروع السياسي اللي يقوده رئيس المجراء تقديم الخدمة للناس شوكت رح يصير واني أشوف بصراحة يعني أتمنى أنه نظرتي تكون خاطئ أشوف رح تتكرر نفس القضية ويتكرر مع السيد العبادي مثل ما صار ويتسيد المالكي أول أربع سنوات حرب على القاعدة هنا عندي أول أربع سنوات صارت حرب على داعش ممكن تتكرر الأربع سنوات الثانية الخلاف السياسي اللي كان عنوان لحكومة 2010-2014 ممكن تصير بحكومة 2018-2022 شوف في عالم السياسة لا يوجد شيء غير ممكن كل شيء يمكن بس أنا أقول لك الاتجاه العام الآن نحو التهديئة شوف إحنا مرينا الآن بفترات معينة كانت تنظيم القاعدة هو الأساس من بعدين إجانا داعش من بعدين صارت عملية تقسيم العراق عن طريق الاستفتاء هذين كلها مراحل كانت عقبات أساسية لتعافي هذا الوطن ولكن الحمد لله كلها اجاوزناها الآن والمستقبل الآن من خلال العلاقات الإقليمية اللي صارت بين العراق وبين دول الجوار أفضل من السابق بكثير وبالتالي أكون نية للتهديئة مو من جانبنا فقط وإنها من جانب الشركاء الإقليميين وهذا يعني بأنه يمكن للإنسان أن يتفاعل بين المستقبل أفضل من الحاضر والماضي سيادة الناب أنا إلي أتعامل وأتمنى تكلم ويحضرتك أعرف بحضرتك اسمح لي بها المصطلح سقر من سقور حزب الدعوة نعم وسقر من سقور دولة القانون الآن أشوفك راضي عن سياسة السيد العبادي بالتقرب من السعودية بعد ما كنت رافضيها بوقت السيد المالكي موقفكم هذا شو رحل يفت اسمح لي أنا أقول لك أحنا ما عدنا مواقف ثابتة من جانبنا بالحلال والحرام بالنسبة للعلاقات مع أي دولة الدولة السعودية شنو معاير التعامل اسمح لي مصالحنا مصالح الإراق هو أساس التعامل من تكون السعودية دولة عدوانية تقطع علاقاتها معنا واشجع عملية العدوان علينا داعش كانت مؤيدة من قبل من كانت من قبل الدول الخليج اللي هي السعودية وقطر هاي ما عادت سر الكل يدري لكن الآن من غيرت سياستها السعودية وقطعت المساعدات عن داعش وبالتالي رح توقف هذا الإرهاب بل بالعكس التعامل قطر بينه هي اللي تدعم الإرهاب على هذا الأساس ليش ما أقترب إلها مو أنا اللي أقترب إلها هي غيرت نهجها وبالتالي من تريد تكون دولة متعاونة مع الإراق وليش أنا ما أتعاون إحنا من يوم الأول قلنا بأنه إحنا ما دين إيدنا لكل دول الجوار لنتعاون لكن هم تأمروا علينا التأمر مصر من جانبنا إحنا مو ذيش الدولة القوية في هالمرحلة حتى نتأمر على أحد وإن كان حتى لو قوانا ما رح نتأمر إحنا نريد نوع من التعايش إقليميا حتى يقدر الإراق يخلص من متعبة خطاب السيد العبادي اللي قالوا علي تخدم السياسة الناعمة من أسمى حسة كلامك نعم هو اللي يغيركم لو أنتم اللي يغيرتوا واحد غير الثاني زيزين لا عمليا مشتركة متناغمين جدا عمليا مشتركة غيرتوا طريقة خطابكم طبعا الظروف هي بالحقيقة تخليك أنه تحلل على ضوء المعطيات الموجودة الآخر يغير نفسه أنت تكون إيجابي إذا هذا على أساس أنه الجهة اللي تكون مرنة دائما يقولون حسب الدعاء وممرن زيزين هذول أعداءنا اللي يقولون عنه هالشكل هو لو ممرن ما يبقى بالسلطة المدهة مرونتكم ويأخذكم التعامل وكل واقع موجود بالتأكيد العقلانية والواقعية هي الأساس إذا تريد تنجح في أي عمل ينبغي أن تكون عندك هداف واضحة ورؤية واضحة إذا ما تريد أن نتحققها زيزين بدون الرؤية الواضحة بدون استراتيجية أو خطة معينة راح تتيه متعرفش تسوي فترح تتصرف بردود الأفعال ردود الأفعال توقعت بأخطاء ضعفي هساني باعتبار تقريبا نعرفت توجهاتكم وين أو توجه حضرتك على اعتبار أنه التوجه اللي كان موجود إذا كنتوا معه خلينا أعرف برأيكم هو شيء بحكومة الأغلبية نعم ممكن تكونوا معها والله إذا تحققت هذه أنا أعتقد بأنه نتخلص من كثير من المشكلات القائمة في مسيرة الحكومة الإذا شرطية ما أعرف شون يعني إذا قدرنا نحقق أغلبية سياسية مو أغلبية طائفية لا مقضية إذا الإذا يعني ممكن نسعى في سبيل ذلك أنا أقول لك الآن الأجواء الأجواء كلش مساعدة لذلك هذه الظروف اللي صارت الآن نتيجة المكاسب واندحار داعش واندحار فكرة عملية تقسيم الإراق واستقلال دولة من دولة أخرى أنا أعتقد بأنه الآن ظروف جيدة ينبغي استثمارها إذا استثمرت اتحقق هذه الأهداف اللي يطمحون بها كل المواطني العراقيين رح أتكلم بالأسماء أنتم ممكن يكون عدكم طرف اللي هو أسامة النجيفي مسعود بارزاني مقتدى الصدر وجود السيد العبادي طرف الآخر اللي هو الاتحاد الوطني وجود جزء من الحزب الإسلامي تقول لأخوان المسلمين بس هو ماضي بواطن الأمور الحزب الإسلامي دكتور سليم بالجبوري نعم يكون واضح به مع السيد المالكي الآن نضرب عندكم حليف جدا مهم اللي هو السيد مسعود بارزاني نعم السيد مسعود خرج من العملية السياسية الآن هو تتنصل عن موضوع رئاسة قليم كردستان وتحول إلى زعامة حزب أو شيء من القبيل أما الحكومة اللي نتعامل وياها الآن بدلت طريقتها ولا بد أن تكون من المرونة والقضوع لقواعد اللعبة الدستورية القانونية حتى يمكن التعامل معها وباعتقادي الآن أصبحوا أكثر قربا لواقعيات صار كم يوم يقولوا ليش تركز على العلاقة الجديدة بين بغداد وسيد نجرفان بارزاني يقولوا هو يدى تركز عليها كلامكم وطريقة تعاملكم أنه بالفعل راح تخلقون شخصية سياسية داخل الأقليم من حزب الديمقراطي اللي هو سيد نجرفان بارزاني تخلوا واجهة هو مواجهة صراحة نجرفان من الأسر البرزانية هو ابن أخو مسعود البرزاني ولو كان أبوه موجود لكان هو القيادة بيديا اللي هو إدريس على كل حال البرزانيين أو العائلة البرزانية قضية تاريخية في كردستان مو فقط في العراق ربما كانت في المنطقة كليتها على ذلك أنت قدرك أن تتعامل مع الوقائع من الآن يقود الحكومة في كردستان صحيح أنه الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير قالوا نريد حكومة تنقاب نريد أن نغير الطاقم الحكومي هذا حراك داخل يعدهم اتحقق هذا نتعامل مع الحكومة ما اتحقق هذا هو رئيس الحكومة ومن معاه من الكتل السياسية الكردستانية نحن نتعامل معهم نحن ما نتعامل ويحزب نتعامل مع وجود سياسي يمثل السلطة التنفيذية في قيمة ما رح قدر أعبر قضيته خرج من العملية السياسية وخرج من الواجهة لتخصد السيد البارزاني بسعود بارزاني بالفعل الآن أصبح يعني مصاحب التأثير السياسي أو الوجود أو ما ممكن تتعاطوني بالفترة اللي جاية أنا باعتقادي ما يصلح للتعاطية الآن مع هذه الخطوات وبعدها الإلحاح على موضوع الاستفتاء وعدم التراجع وعدم الخضوع لا لقرارة المحكمة الاتحادية ولا لقرارة مجلس النواب ولا لقرارات مجلس الوزراء ما يصلح للتفاول هذا كلامك يعني طلعته على التقاعد السياسي هو طلع نفسه على التقاعد السياسي اللي يفوت بهيش خطوة ويعتبر نفسه زعيم ويخطأ في حساباته هو بالتالي يطلع نفسه يعني ما يحتاج واحد يطلعه هو يفترض بأنه يقول بأنه دوري انتهى فلذلك خليجي واحد آخر يعمر الإلاقة سهد علي من تقعدون تتكلمون بهاي الطريقة ترى مو بس السيد مسعود بارزاني حتى أنتو وجودكم وتاريخكم اللي بداخلكم اللي ممكن تصدرون نفسكم بيه بالواجهة ما رح تتحملون يعني أنا تتكلم هالكلام على السيد مسعود بارزاني تتخيل رح يقعد يسكت ويقول لكم شكرا واني آسف واني غلطان واني جبتها النفسي انا رايح ما رح مو رح ممكن تمر بهاي الطريقة بهذا الهدوء هو احنا مو حاجين ويها هاي حقائق أمور دا تقولها هو داع الاستفتاء كل دول العالم كل دول الإقليم قالوا له يا بها هاي الخطوة غلط ليس سويها حتى بعض الدول قالوا اذا التوقيت مالها غلط واصلها مثلا صحيح ينبغي ان نتأجلها ما خضع لأي رأي من الاراء ازل نفسه عن الرأي الدولي ما ممكن تتوقعون ردة فعلة شو رح تكون اذا كانت الحكومة تسلك مثله طبعا رح تكون رد فعلة مثله اما اذا هو تنازل عن الواجهة وطل قيادة لآخرين دليل على انه وده يقول لهم سيروا مسيرة اخرى تختلف عن مسيرتي وعدكم نموذج داخل حزب الدعوة ودوة القانون ايضا السيد المالك تنازل عن الرئاسة وقال خلاص حالة ديمقراطية بس عدت لا هو مو تنازل عملية التصويت اللي صارت هي اللي مشت الامور بهذا الشكل ولا هو وما كان مقرر يتنازل زين انما التنازل صار نتيجة التخاف قد زين وراها سير المالكي ما بتعد عن الواجهة وهو كسياسي يشارك في المشروع السياسي العراقي زين ليش نعزل ما فشل في الموضوع وانما الكتل السياسي الموجودة في البرلمان ما رادت تنتقبه الى قلوا لهم بانه يجيبوا لنا مرشح اخر من دولة القانون جاءوا لمرشح اخر جيد على قضية انتقيت نسعى لحكمة الاغلبية بالتالي تجارب تشكيل الحكومات من السنوات اللي صارت رح تستفادون من عندها ممكن تكون حكومة بالفعل تكون حكومة التكنقراط مو يتعينون بيتغيرون مثل ما صار بفترة الاصلاحات بعدين نرجع نلقاهم قاعدين باجتماعات التحالف الوطني واتحاد القوة والله هذا تابع الى شخص رئيس الوزراء نفسه شون ينتخب يعني اذا الكتل البرلمانية زين اتحدث فيما بيناتها على قول رئيسي انه احنا رح نترك لرئيس الوزراء ان ينتخب من المكونات الاجتماعية المختلفة ومن القوى السياسية الموجودة بالبرلمان اي وزير اللي يقدر ينجح وزارته ما يطيح حصة لحزب ولا يطيح حصة لشخص وانما يريد عمر الدولة ما انت ابن الدولة ومؤسساته وبالتالي رح يروح على الاكفاء فهو رح يعرض تشوفون السيد العبادي رئيس وزراء لولاية ثانية 2018-2022 طبعا الظروفة الان مواتية اهى نعم اللي يحقق هذه المكاسب واذا اجه شخص اخر يقدر يطرح نفسه طبعا هاي تابع على الرسم التصويتات اللي رح يصيب بالانتقابات اذا صارت الكتلة الاكبر من حصة السيد العبادي معناته هو كل يرشح او يرشح واحد اخر اذا هو ما يرغب زين لا وهذا الكلام ما لا اجه يتعامل يا بي هاي الطريقة نعرف احنا خفايا الامور ايضا السيد المالكة حصل على عدد اكبر من الصوات بس بالمقابل شنو اللي صار توافقاتكم السياسية خلت السيد العبادي هو رئيس وزراء التوافق السياسي اللي ايش صار لا لا مو انت اتكلم بس اذا اتكلم بقضية جيدة انه اللي يقدر يحقق اللي يحقق هذا خليجي يقدم نفسه بس من اللي يحقق اسمح لي ما هو اللي يحقق انتخبت السيد المالك في وقتها لكن الشي اللي صار انه الكتل السياسية الكردية والسنية وبعض الشيعية ما ايدت هذا الترشيح قالت كابل دولة القانون انتو الكتل الاكبر واحنا بالحقيقة مؤمنين بهذا الموضوع بانه انتو فعلان الكتل الاكبر جيبونا مرشح اخر ففيش حالة مو من الصحيب عاد تستمر انه تلح لا انا عندي هذا المرشح وما ابدله شي يصير يصير تعقيد بالعملية السياسية بس انت توقف وبالتالي ما تشكل الحكومة بسهولة احنا نقول الكتلة هي اللي يجيب الكتلة تحصد هذا الانجاز بال2018 اذا صارت انتخابات وهنا نرجع لها اذا صارت انتخابات لا شاء لصير اها يعني انتو مو مع التأجيل لا احنا مو مع التأجيل وانا اعتقادي بانه مجلس الوزراء الان قرر خلال تاريخ معين لانها من صلاحية السلطة التنفيذية ان اتعين تاريخ معين للانتخابات وتعين التاريخ وانتهى بس البعض حدث حتى اذا صارت التأجيل ممكن يكون مو أكثر من ستة شهر يعني هم هم داخل 2018 هسه قد يكون التأجيل بالنسبة لمن يرغب بالتأجيل انا اقول لك اكو جماعات في محافظات معينة اعدم نازحين هذول النازحين اذا ما يرجعون هذول ما يقدرون يقومون بفعالية لكسب أصواتهم فلذلك يقول خلي رجعون النازحين يعني هذا الشرطهم الاساسي قد تل يتأجل الانتخابات هل هذا الشيء واضح بس يطلع رئيس الوزراء يقول يقول قيادات بالعلن تقول احنا نرفض التأجيل وبالخفاية تعمل عليه فسذاك مثل ما يقولون عملية اعلامية مناورات سياسية بس حقيقة المقر بين رئيس الوزراء وبين الجهات الاخرى ايه لا اكو جهات فعلا الان تؤمن بعملة التأجيل اصلا هم ها بناق شو برئاسات التلافة انه هل يمكن التأجيل مصير خلاف دستوري لان الدستور وقت مجلس النوار اربع سنة قبل حوالي شهر زين فكان اكو رأي في داخل الرئاسات انه خلي نأجل الانتخابات فقالهم شون المسوّغ القانوني شون نقدر نبرر هذا العمل بحيث لتكون مخالفة للدستور وتكون بداية تقويض العملية السياسية وكليتها فكان اكو رأي انه نلجأ الى نص دستوري اقول قانوني تؤمن بالقوانين الدولية انه الظروف القاهرة نسميها بس ماكو ظروف قاهرة قد تكون ظروف قاهرة بالنسبة لمحافظة او محافظتين زين هاي هم من صلاحية مجلس الوزراء انه هي اجل الانتخابات في محافظة ومحافظتين ويجوز يصير الظروف القاهرة بفعل فاعل قبل انتخابات بشهر وشهرين مثلا قد يكون قد يكون اي يعني ممكن هاي بس انا اقول لك الاسرار الوطني عامة الان باتجاه التوقيت اللي عينه رئيس مجلس الوزراء جيد خلينا ارجح اذا جدت ويقضية قلت الكتل اصرت على تبديل شخص رئيس الوزراء وقلنا ما ممكن نستمر به هالقضية تناغم رئيس الوزراء الحالي السيد العبادي مع القوة يعني قريب قريب على بعض القوة الكردية بعد اللي سوالهم بالتعامل مع كردسان ومع السيد مسعود بارزاني غريم الكرد الداخلي نعم قربة من القوة القوة السنية من اتحاد القوة والتعامل ويهم رغم انهم ماخذين علي بعض الملاحظات على قضية المختطفين وقضية المناطق اللي بعدها اهلها ما ارجعوا ويقولون انهم ما قادر على ارجحهم لكن بالمجمل هو قريب هذا رح يساعدكم بتقديم الشخص اللي ما تكون علي ما يكون علي رفض ممكن يزعجكم انا باعتقادية الان ينبغي العمل على ان تكون كتلتنا بالانتخابات هي الكتلة الاكبر حتى تقدر يترشح رئيس الوزراء بالمرحلة الثانية نشوف ايهما يعني اي شخصية مستوى لحد لو مذر رح تكون كتلة واحدة لو تكون كتلتين مو مهم احنا نتحد فيما بعد حتى لو نزلنا بقوائم اثنية ثلاثة رح تصير الكتلة واحدة داخل البرلمان تكون الكتلة اكبر اسستونا بالمرشح اسستونا بالمرشح وانتهبوا المرشح المرشح رح يكون من الكتلة الاكبر بالبقية رح يجون ويانا نتفاوض وياهم نشوف ايهما اقرب لهم يمكن انه نتفق على التشفى التوافق في هالموضوع مهم لانه اذا ما تتوافق ما حد يصوت له زين ما تمشي الكابيران الوزارية ما تمشي انتخابات بنص الخامس نعم يعني بعد اربعة شهر ونص خمس شهر ونص بالسنة الجديدة وانسا تقريبا شهر ونص يعني هاي باقينا سبعة شهر ايه نعم هذا الكلام يعني اليوم خليت اساس الاذا جدا قوي بالتعامل مع المرحلة اللي جاية شوكت رح تتحول الى امور فعلية شوكت رح تتحول الى قضية انه خلص كل شي صار واضح هسه الان من اتحدد الموعد صار تقريبا صارت الخطوة الاولى زين لتوضيح الجهد لشهر وبعد بعض الكتل الان بدت يعني بدت في حراك الانتخابي بدعايات الانتخابية بالاعلان عن منهج السياسي بدوا الان فهسه الان هي البداية احنا بس انتظرون من عندنا في مجلس النواب ان يشريعوا لهم القانون لانه الان قانون مجلس النواب القادم طريقة الانتخابات زين بقى بعض التفاصيل لا بد انه نصوت عليها حتى انتخاب مجلس المحافظات هو الاخر ايضا ينتظر من عندنا انهاء بعض التفاصيل الاخرى وبالتالي اذا صار هذا التشريع وانتهى الهيئة المستقلة للانتخابات رح تكون على بينا من امرها شونا ترتب وضعها وجهدها جيد الوقت وياك يمشي سريع خليني اروح على قضية الموازنة اي نعم قضية البعض يعني يتحدث على انه هي قنبلة ما منتظر يش وقت تنفجر تنفجر مع وصول الموازنة من مجلس وزراء الى مجلس النواب لقراءاتها نعم بالتالي رح ترحون بالفعل اكتفاق عدكم انه خلاص الموازنة خاصة اتحدث عن حصة الاقليم رح ترجع الى 12% عدكم اتفاق على انه ممكن الصوتون عليها انا اللي شفت بانه اغلب الكتل تؤمن بانه النسب ينبغي ان تكون بهذا الشكل يعني مثل ما البقية المحافظات النسبة دناقضها من وزارة التخطيط حسب النمو السكاني وحسب الاحصائيات المتوفرة عدنا لان ما عدنا تعداد عام الان فلذلك ما ينطبق على المحافظات الاخرى ينطبق الان على محافظات كردستان لا اختلاف في ذلك حصتهم رح تكون المحافظات الثلاثة الرئيسية بما فيها حلبش اللي هي مفترضا تكون المحافظة الرابعة تبعا لكل محافظة من المحافظات حسب نسبتهم السكانية من جمعها طلعت 12 و 67% 14 سنة دللوهم بيش تجونها ستاخذون معدهم هذا الدلال هذا بالحقيقة الـ 4% اللي اخذوها اخذوها لسنة واحد ترى بالأساس من أجل تعويضهم عن حرمان السنوات السابقة ما كان المفروض أن تستمر بس هم بالحقيقة بإلحاحهم رتبوا هذا الموضوع قالوا أنتم ما أعدكم تعداد عام والحصائيات ما أعدكم هاي هسا طلعت لا لا في وقت في كل سنة هذا النقاش حتى برجعت استذكرت القضية شون صارت أقول لكم محظوظين ما لكم دخل بيها صارت بين الدكتور ياد علاو ودكتور عبد العبد المهدي صحيح حتى هاي ما لكم أيد بيها محظوظين من صارت صدق قلتم احنا ما لنا علاقة برأيته ونعته لا منتبرى منها بس هي التزامات صارت يعني قيلت هاي السنين احضو التزامنا بصور وقاش ولهذا عندما سميتها دلال نعم الدلال مرات يخرج عن السياقات المحهودة دلال يعني ما يجي عن طريقة طريقة ما يجت عن طريقة السورية وقانونية بس أنا أسميه تسامح كان لأنه الدولة كانت عدتها مشاكل كثيرة تبطي الأولوية لحل المشاكل الأخرى ما ردنا نفتعل أو نفعل مشكلة أخرى فما ردنا نثير هذا الموضوع هسه أخذ علينا أنه ليش تسامحنا بالسنوات السابقة بس هذا ما يعني بأنه كنا نسامح بالسنوات اللحظة شعب كردستان ينتظر من عدتكم مواقف حتى لا لأنه الآن يحشدون شعب كردستان على أنه بغداد وقوة بغداد راح تعاقبكم الآن ينتظر من عدتكم مواقف هادئة حتى تثبتونه لا ما رح نعاقبكم أنتوا جاءت واشي قللتوا عمنا الموازنة لا هو السيد الرئيسي الوزراء بالعكس بلغهم بأنه أنا راح أدفع الرواتب زين وهذا يعني بأنه الحصة النفطية اللي كانت بالحقيقة محجوبة عن العراق ومحجوبة عن كردستان ومعروف ما معروف فلوسه أين تروح هذه راح تستعاد من قبل سومو اللي هي مسؤولة عن تصدير النفط ترجع للحكومة الاتحادية الاتحادية الحكومة راح تدفع مو بس الرواتب تدفع 11% بس بالسابق قيمة النفط المصدر من إقليم كردستان بالإضافة إلى كركوك كانت تساوي حوالي من 20 إلى 23% فعلى واش بعد ياخدون 11% ما تقدر تطيف المصبوطة عش بالإضافة إلى فلوس النفط اللي يصدروا وليهربوا رغم السياسة النعمة اللي تحدثنا عنها لكن المواقف السيد العبادي أكثر حزم مع كردستان من أكثر حزم من الثمان سنوات اللي مضت بصراحة برئاسة السيد المالكي بالتالي هذا التوافق أنتم قريبين عليهم يعني رجعت همرحة أرجع أقول إثبريتهم من تحالف المعارضة بعد يردت قلتوا لا تحالف الكرد كان مع المجلس العلى للثورة الإسلامية بس تحالفكم كحزب الدعوة بعد 2003 مع الكرد أقوى والدليل هم وكل ما يتكلمون يقولوا إحنا من نرضى على مرشح الدعوة يكون رئيس وزراء هم لا مرشح التحالف الوطني وكانك تحالف وطني لا هو تحالفنا شونا كنا بالمعارضة سواء نعمل يعني التحالف الوطني بكل أجزاء تقريبا اللي كان خارج العراق المعارضة اللي خارج العراق وكردستان نفسه اللي به أحزاب متعددة اللي الأساس تقريبا يعني حزب البرزاني والطالباني فكنا نعمل سوية حتى اللي حدث من تغيير 2003 احنا كنا مواكبي سوية هاي نقطة تاريخية بس وضح ليها من اتحدث أقول أنه أكو اتفاق ستراتيجي كان بالمعارضة بعد قال لا الاتفاق الفعلي أو اتفاقات اللي صارت هي بين الأحزاب الكردي وبين المجلس على الثورة الإسلامية اللي هوس المجلس على الإسلامي نعم تتغير يعني يقول نحن كحزب الدعو ما كان عندنا تحالف ستراتيجي مع الكرد بيام المعارضة هو ليش كل الأحزاب الشيعية كان أقعد هنا من العمل المشترك نسميه ستة سميه تعالو إذا تذكر الانتفاضة اللي حدثت سنة 91 آذار 91 كان أقعدنا مؤتمر في بيروت المعارضة العراقية كلها اشتركت العلمانية منها اليسارية واليمينية وكليةها والإسلامية من ذاك اليوم نحن أقعدنا عمل مشترك نسميه العمل المشترك كل هذه الأحزاب تشتغل سواء للتقويض حكومة صدام وحزب البعث اللي ما كان يجي ويانه هو بالحقيقة كان واقف إلى جانب الحكومة السابقة يعني حكومة حزب البعث هذول اللي تأخروا عن عملية الانتساب إلى المعارضة ما عارضوا النظام صدام فمن إيجينا هذا التحالف نسميه عمل مشترك من أجل من أهم ذولي موجودين الآن بالعملية السياسية منه اللي يتأخروا عن التعاون إياكم قلتوا أي شخص هو المكون السني بشكل عام المكون السني بشكل عام كان متأخر هناك عناصر كانوا يجتمعون مع معارضاتنا الكردية والإسلامية الموجودة بالمنطقة الجنوبية ولكن ما كان لهم ثقل يشاركون بالمؤتمرات بس ثقل يقدرون يحركون الساحة ما يقدرون فعالعموم كان وكأنه هذه الكتلة اللي يتمثل المحافظات السنية كانت واقفة إلى جانب النظام السابق باستفيد منها ولكن مع ذلك وهم كان يضطهد أجزاء معينة من عدهم المهم ذو اللي تخلفوا ومن تغير النظام هذو اللي بدوا بالمقاومة بعضهم المقاومة المسلحة اللي صارت ضد المحتل وضد قواء الأمن والجيش باستثناء الشيعة والكرد اللي آمنوا بالتغيير فلذلك العملية السياسية منسوبة لهم كود تستمر كود يبقوا العملية السياسية ليش لأن حياتهم بها فبالتالي ما يقدرون أن يفرطون بها فتعاونوا على إبقائها جيد و14 سنة تحدثون عن حليف وشرك ستراتيجي يتشكل من خلال الحكومات أو بشكل رئيسي الآن يقول هذا تفلش هذا الحليف الستراتيجي احنا ما نقول تفلش نقول قد نرجع مرتب ثاني إلى نفس القواعد احنا ما جنا نتفقين على الانفصال ما نتفقين على تأسيس حكومة كردية شريككم السني بصراحة ما عنده ثقة بيكم يقول يعني أهم تجربة عدنوية قضية أهنة اللي ما رجعوا النازحين المناطق اللي رفضوا كحكومة وكتحارف واني يوقفون يانا بيها ويرجعون أهنة احنا نرجعهم ديش تصريحات الحكومة كلية تبتجاه الارجاع زين بس هناك تأخير منهم من مصر التأخير ليش سبب شنو ديارهم مخربة يعني كدوا نساعدهم في عملية عمار بلادهم بيوتهم من مهدمة ما يقتنعوا بيكلام يقول لك هذا لا يقتنع النازح رجع عن خرام خلي بس مجرد يدخل المنطقة مسموحة لأن يرجع 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 زين غاية ما هنالك تشكل لجنة أمنية بس الداعش المتسلل إلى داخل هؤلاء النازحين ما يرجع رأسا يضربون مثل بجرف الصخر يقول لك ما حد رجع له جرف الصخر خليها على كتر وضحها استثنائي وأنا أقول لك لملاحظات أمنية قد تتأخر بس هذا ما يعني بينهم أمنية بحتة ماكو غير شي أمنية بحتة هاي المنطقة قريبة من طريق الرئيسي اللي يوصل إلى كربلا كربلا هدف أساسي بالنسبة لداعش والنسبة للمتطرفين اللي يمثلون هذا التفكير المتطرف وبالتالي ما يمكن تهديد حياة الناس عن طريق دعوة أنه يخلي يرجعون إلى مناطقهم ما راحوا يظلون حايا بقى عندي دقائق أريد أعرف قضية الحليف الستراتيجي بعد الـ 2018 منه راح يكون حليف الستراتيجي على اعتبار أنه تتوزع كل الكتل الوطنية هي حليف الستراتيجي لو اتفقوا على بناء الوطن من ريد نتغالب مع أحد مو كل واحد عنده هدف براسه يريد يحققه على حساب الآخر إذا رجعنا إلى فكرة المواطنة والوطن معنى ذلك راح كلتنا نتفق على أنه مرجعيتنا حتى تسهل عليه المعادلة اللي راح يسوي استفتاء للإنفصال هذا مو وطني هذا كنت يرجع إلى أن يفكر بعد مو بطريقة الإنفصال كنت يفهم بينهم ما يفكر بالإنفصال قبل ما يرجع يفكر هو مو وطني اللي راح لإستفتاء للإنفصال حتى أجعز لهم لا كنت يفهم هل بدعرف ونشركاكم هذا على أساس الوطنية هو وطني على كردستان هو وطني لمنطقته نحن نقول الوطن هو العراق هاي الخارطة كلية هو الوطن كنت يعترف بهذه الخارطة مو يعترف بخارطة كردستان وريد يصحف على بقية المناطق هذا هم يسمون وطن لأن الأرض بالنسبة إليه هو وطن ولكن من وطنه كردستان وقد يمتد إلى كردستان الإيرانية إلى كردستان التركية إلى كردستان السورية هذا مو بالنسبة إلى وطن يسمونه هذا كنت ينسجم مع هذا الوطن جيد أما يريد يبقى هذا الحلم ويريد يخطط إلى نحن مو حلفاء اتعلمت على مدى السنوات الشريك الذي تردوه الشريك السنو أنتو الصنعه بصراحة الشريك الكرد أنتو الصنعه يصنع العراق العراق يريد لشركاء حقيقيين يؤمنون به تفاهماتكم الحزبية على مدى السنوات الآن ليش أنجل يسمع بس قضية العراق والمصطلح الوطني عدكم التعامل الوطني بس على الأساس الحزبي واضح هذه من النتائج اللي خلفها النظام السابق يعني كان يتعامل بها الطريقة الاضطهادية اضطهد الكرد اضطهد الجنوب أبقى منطقة معينة سماها الصفحة البيضاء اللي وقفت إلى جانبه وبالتالي هذا الاضطهاد واعتماده على أسس طائفية ضمن من يشخص بالبعث هو هذا سبب التركة مالتا من يقول ما حد يثق بيكم لأنه زعزع الثقة ذاك ذاك الطاغوت السابق الدكتاتور ما يثقون بالجيش الأراقي الأكراد لأنه جيش الأراقي كان ذاك الأكراد يستخدم لضرب الأكراد أما الآن هل نتعامل عراق جديد حتى من يتحدثنا ويهي الوفود اللي أجتنا قبل الاستفتاء ويديهم هواجس الماضي ترجع مرتب ثانية ما يقول أنتوا سبب أبدا هما بالعكس استفادهم من هذا الوضع إذا أنتوا 14 سنة ما قدرتوا تمدون جسور حقيقية ببيناتكم ما أجعتم على الكويت اللي ما أعطي لحدنا ثقة بأي نظام ممكن يجي إلى العراق ما يقدرنا نذوب شوفوا المواقف التاريخية والأحداث التاريخية ظل عالقة بالذهن مو بسويلة تنسان يريد لها مدة ويريد لها جهد بالفعل تهتيرات اللي حد لها باقي طبعا شوفوا أنت الآن من تتحدث تتحدث بناء على ثقافة قائمة على مشاكل كانت موجودة بالماضي هسا على مدى 14 سنة أو قبل 14 سنة نحن نكافح في أنه نخرج من هذه المشاكل تقدر تبني حاضر جديد ما عشوا ركائك على ثقافة مختلفة تماما عما كانت بالماضي هاي العملية يحتاج إلى ثقم متبادلة وهي ما تصير إلا بالتماسس اليومي جيد بالحياة اليومي اليوم هو يتكلمنا بالإذا إن شاء الله نتفق على ما عشانا في الإذا نتفق على إذا بالأيام اللي جاي ما بإذا تقول اتفقنا وهاي رح يكون الموجودة هو من يتحقق الإذا إن شاء الله بس الإذا الشرط لمنهجية جديدة لا هو تحدث عن فترة اللي جاي رح يكون بدون إذا خليني أشكرك نابعي لديب رئيس كتلة الدوة القانون نيابة شكرا لكم بحضورك وتواجدك شكرا جزيلا شكرا لكم مشاهد الكرام حلقتنا انتهت موعدنا يوم الأحد مع السلامة اشتركوا في القناة